على مدار ثلاثة أيام المصريين في الخارج قدموا مشهد وطني بامتياز ده طبعا من خلال الاستفاف في طوابير أمام اللجان الانتخابية في السفارات والقنصليات في الخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية ده بكل تأكيد بيعكس وعي المصريين في الخارج وحرصهم الشديد كمان على استخدام حقهم الدستوري في الانتخابات باعتبارها طبعا واجب واط الحقيقة أنه هذا المشهد المبهر والعظيم اللي شفناه أمام اللجان الانتخابية في السفارات بيبعث رسائل مهمة جدا من كل الداخل أو الخارج وبيثبت للجميع أن الشعب المصري ملتف حول بلد ووطن وفي ظل هذه الظروف الإقليمية والدولية والتحديات اللي بتواجه الدولة المصرية بكل تأكيد اللي حصل في تصويت المصريين في الخارج بيضع مسؤولية كبيرة جدا على الأحزاب والمجتمع المدني في الداخل عشان يكثفوا من شغلهم وتحركاتهم في الشارع وده طبعا لتشجيع كل المصريين على المشاركة الإيجابية في التصويت أيام 10 و11 و12 ديسم ده حقيقي وأعتقد كمان أنه الإقبال على التصويت في الداخل هيكون كبير جدا وهيستكمل الصورة المشرفة للانتخابات المصرية اللي ظهرت فيه الثلاث أيام اللي فاتوا واللي الحقيقة عبرت عن حرص المصريين على ممارسة دورهم ووجبهم تجاه بلدهم وراءة تانية بنسبح لحضراتكم جميعا صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر